لما سئل بعض الأخوة أن هل الدواعش وهم خوارج هذا العصر لا شك أنهم خوارج هذا العصر قولا واحدا لكن بعضهم يقول أنهم مخابرات الحقيقة داعش ممكن أن تقسمها إلى طبقات الطبق الأولى والطبق المقترق الأمنية وهذه تكون دائما التي تتحكم في مفاصل القرار المخترقة هي المخترقة ولذلك أنا أقول داعش نبتة خارجية في تربة قاعدية سقطتها أياد استخباراتية من حيث العموم نبتة خارجية ومخوارج في تربة قاعدية أصل فكر القاعدة القاعدة المشهور نعم سقطتها أياد استخباراتية حتى لو حربوهم في الظاهر هم مستفيدون من هذا فلذلك هم مخترقون من قبل المخابرات لأن تحركهم في الواقع يدل على أنه ضد الثورة قولا واحدا ولمصلحة أعداء الله سبحانه وتعالى وخاصة النظام وخاصة إيران وهذه الطبقة حتى لو كانت أعداد قليلة وتجد أن الذين يتحكمون بقرارهم مجهيل حتى لما يقال الخليفة أبو بكر من يتحكم يمكن هناك أشخاص حتى تتحكم بهذا المجرم الذي يسمي نفسه الخليفة فلذلك الطبقة الأولى هي الطبقة المخترقة الأمنية وهؤلاء هم زنادقة الطبقة الثانية هي طبقة الغلاة زنادقة ما معنى يعني؟ زنادقة مجرمون لأنهم بالأصل ما اخترقوا وما استخدموا الإسلام إلا لهدم الإسلام زنادقة أعرف أنها كفار نعم يعني هم أصلا استخدموا الغلو لهدم الإسلام سبحان الله يعني كالباطنية الأقدمين الذين دخلوا تظاهروا بالإسلام وهو بالأصل يريد هدم الإسلام إذن الطبقة الأولى المخترقة مخابرات قولا واحدا الطبقة الثانية طبقة الغلاة وهذه تكون في الشرعيين وهو لا نقول أنهم عملاء لأعداء لا لا هو عنده فكر غالي هو خارجي هذا طبقة الشرعيين كأبي محمد العدنان الناطق باسمهم وكل ما يسمى شرعيين فهؤلاء من الغلاة التكفيريين الخوارج مسلمون هؤلاء نعم سيأتي معنا الكلام هل الخوارج هم يعني الخلاف فيهم معروف نعم الطبقة الثالثة هي طبقة المنتفعين كثير منهم في كثير من مناطق القطاع الطرق وجد أنفسهم في هذا التنظيم لأنه أول يدفع الرواتب ثمه بالأصل عنده نوع من التعطش للدماء فوجد وظيفته في هذا فهو استفاد من ناحية مالية واستفاد من ناحية نفسية أنه يذبح ويقتل ويفعل كما يفعل قديما وهذا طبقة منتفعة الطبقة الرابعة هي الطبقة المغفلة وهي عامة الشباب الذي يأتي كثير من البلدان وقلت خلافة إسلامية ودولة إسلامية شعارات براقة الخلافة التطبيق الشريعة نعم وهؤلاء هم الحطب الوقود غالبا هؤلاء يجعلونهم في المفخخات وما شابه ذلك مغرر بهم مغرر بهم لكن ليس معنى ذلك أن مغرر بهم هم مساكين درويش أنه لا نقاتلهم ولا نقتلهم لأن الشيطان يغر الإنسان وهو يحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لكنه يظن هذا لكنه لو سأل أهل العلم وطلب الحق لوجده بإذن الله سبحانه وتعالى معناها أربع أقسام القسم الأول مخترقون القسم الثاني الغلات الغلات الشرعيون القسم الثالث المنتفعون المنتفعون ماديا وشهوة الذبح وكذا والمغرر بهم مغرر بهم طبعا مغرر بهم إما أنه إذا دخل فكان عنده فطرة طيبة ووجد الإنحراف ينسحب ويريد الله سبحانه وتعالى به خيرا وإما هذا المغرر يوغل في التعامل معه فيصبح غاليا مثلهم ويتشرب هذا الفكر ترجمة نانسي قنقر